أكد مركز العاصير الوطني الأمريكي اليوم حدوث تغيير ملحوظ في مسار العاصفة دوريانا بشكل قد يجعلها تتجاوز ولاية فلوريدا لكنها لا تزال تهدد جنوب شرق الولايات المتحدة وقد يهدد الإعصار ولايات جورجيا ونورد كارولاينة وسوف كارولاينة أيضا بالإضافة إلى فلوريدا نعم وصباح اليوم حذر مركز العاصير الوطني من أن مخاطر الرياح القوية والعواصف ستزداد على طول ساحل جورجيا وسوف كارولينا ونورد كارولينا خلال منتصف الأسبوع المقبل كما وحذر مركز العاصير من فيضانات مهددة للحياة جراءه طول الأمطار الغزيرة حالة تأهب انتعت إليها سلطات فلوريدا لسكان الولاية على الرغم من أن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير الذي بلغت قوته الدرجة الرابعة الإعصار دوريان يتجه ببطء نحو الشمال الغربي من المحيط الإطلسي نحو ولايات جورجيا ونورث وسوف كارولينا الأمريكية كما لا تزال ولاية فلوريدا أيضا في طريقه المركز الوطني للأعاصير في ميامي قال إن هناك تغيرا ملحوظا في الإعصار مع إظهار أحدث التنبؤات أن بؤرة العاصفة قد تتجه شمالا وتبقى بعيدا في البحر لكن المركز حذر من أن مسار الإعصار يظل عصيا على التوقع وقد يشكل خطرا دهما على جزر البهامة وعلى الملايين الذين يعيشون على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وكان حكام كل من ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا أعلنوا حالة الطوارئ بعد أن زادت المخاوف في مناطق الشمال في الساحل الشرقي بعدما أظهرت احتمالا بنسبة الثلثين لوصول الإعصار إلى اليابسة شمالا في منطقة بين حدود ولايتي نورث كارولينا وفرجينيا ترجمة نانسي قنقر